صحوة متأخرة الثالث الذي اقترحت الخطة لاستلام سلاح الميليشيا لن يكون سوى الحكومة الشرعية مشددا على أنه دون ذلك فإن الحديث عن سلام حقيقي في اليمن يبقى مجرد جدل لا يؤدي إلى نتيجة المبادرة التي أعلنت الأمم المتحدة تسلمها من الاجتماع الرباعي الذي انعقد في مدينة جدة قبل يومين تركز على حل شامل وواحد للأزمة اليمنية بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة بدلا عن الحل المتسلسل الذي كان يطرح ورد الشيخ والحكومة اليمنية في المحادثات ورغم أن المبادرة تتبنى بعض رؤى الميليشيا إلا أن موقفها يبدو مستمرا في رفضه لهذه الخطة كشف عن هذا الموقف رسالة نشرها المتحدث باسم الميليشيا ورئيس وفدها للمحادثات نقلا عن ما يسمى بوحدة القوة الصاروخية تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع وفيها تعلن هذه الوحدة رفضها لتسليم سلاحها واستعدادها لما أسمته حربا طويلة مع الحكومة الشرعية ودول التحالف الداعم للشرعية في اليمن وبين رفض الميليشيا الضمن للخطة وموقف الحكومة الحذر منها تبدو هذه الخطة كأنها وليدت ميتة ما لم يتحول الإجماع الدولي عليها إلى موقف باتجاه فرضها وإنهاء الحرب الدائرة في البلد منذ ما يقارب العامين ترجمة نانسي قنقر